ولمزيدنا من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا من جنوب لبنان الزميل أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية أحمد بعد تحية ما هي التفاصيل الميدانية لديك في ظل التصعيد الإسرائيلي على الحدود؟ نعم تحياتي لك في البداية بالفعل هناك تصعيد إسرائيلي على طول الحدود الجنوبية اللبنانية من خلال قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بشن سلسلة غارات جوية على بلدات في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني بالإضافة إلى عدد من البلدات في القطاع الأوسط ربما كان آخر البلدات التي تم استهدفها بلدة زبقين وبلدة يارون في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني وذلك في ضوء عدوان واسع أيضا نفزه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعات الماضية عبر قصف مدفعي استهدف أكثر من عشر بلدات على طول الحدود الجنوبية اللبنانية وتحديدا أطراف البلدات المناطق الزراعية والمناطق الشجرية في المتخمة للحدود الجنوبية اللبنانية وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي ينتاج سياسة الأرض المحروقة في كافة المناطق المتخمة للحدود اللبنانية مع المناطق الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا بلدة كفر كيلة وبلدة الخيام تعرضتها إلى قصف مدفعي خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد عملية نفذ حزب الله تجاه موقع المطلة العسكري الإسرائيلي الذي يقع في الجال مقابلة للبلدتين ليصل إجمالي عدد العمليات التي نفذ حزب الله منذ صباح اليوم وحتى الآن إلى أربع عمليات هذه العمليات جاءت ردا أو دعما في الأساس لقطاع غزة وردا على الاعتداءات الإسرائيلية التي طلت عدد من البلدات اللبنانية على مدار الساعات الماضية منذ صباح اليوم وحتى الآن نعم أحمد وفي ظل هذا التصعيد على الحدود ويعني الوصول إلى عدد أكبر من القرى اللبنانية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ما هي أوضاع الأهالي في تلك القرى نعم ربما الهدوء الحازر يسيطر على البلدات الخلفية للحدود الجنوبية اللبنانية أما البلدات الأمامية فباتت شبه خالية من سكانها جراء العدوان الإسرائيلي المستمر للشهر الحادي عشر على التوالي هنا في أغلب البلدات هناك أكثر من 110 ألاف نازح من البلدات اللبنانية هؤلاء هم النازحون المسجلون فقط لدى الدولة اللبنانية أي ممن لا مأوى لهم سوى تلك المنازل التي تركوها في الجنوب اللبناني وفي البلدات المتخمة للحدود الجنوبية اللبنانية ولكن هناك أكثر من ضعفي هذا الرقم هم نازحون غير مسجلين لدى الدولة اللبنانية أي أن لهم سكن بديل إما في صيدم المعيدة نسبيا عن نطاق العمليات أو في العاصمة اللبنانية بيروت أو في أي من المناطق سوى في جبل لبنان أو محافظتي الشمال وعكار فبالتالي هذه الأعداد الكبيرة من المواطنين لا تزال غير قادرة على العودة إلى منازلها مرة أخرى أو متابعة الحياة اليومية التي كانوا يعيشونها أو امتلكتهم في هذه البلدات علما بأن نسبة كبيرة أو عدد كبير من البنايات في هذه البلدات الحدودية تعرضت إلى عدوان وبالتالي هي غير صريحة للسكن في هذا التوقيت أما البلدات الخلفية كتلك التي نتواجد فيها الآن فهذه البلدات ربما تسير فيها الحياة بشكل شبه طبيعي وإن كانت هناك موجات نزوح على مدار الأيام القليلة الماضية بعدما توسع جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على البلدات اللبنانية والتي طالت هذه البلدة أيضا التي نقف فيها الآن حيث تم استهداف ساحة مرجعيون بساروخ من مسارة إسرائيلية استهدف سيارة مما أحدث أو أدى إلى مقتل شخص ممن كان في السيارة بالإضافة إلى إصابة عدد كبير من المواطنين لأنه استهدف ساحة بها أسواق تجارية وبالتالي كانت أعداد المصابين كبيرة في هذه المنطقة بخلاف ذلك كما تشاهدين ربما تبدو الحياة طبيعية أو شبه طبيعية في هذه المناطق المتخمة أو البلدات الخلفية للحدود الجنوبية اللبنانية فهناك حركة سير وإن كانت ضعيفة نسبيا على هذه الطرق وأيضا عدد من المنازل هناك منازل مأهولة بالسكان ومنازل أخرى باتت غير مأهولة حتى في تلك البلدات الخلفية في الحدود الجنوبية اللبنانية كانت هناك آمال كبيرة بإمكانية عودة الهدوء مرة أخرى إلى البلدات الحدودية الجنوبية ولكن ربما تبددت هذه الآمال بعد قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوجيه سلسلة من الضربات والعمليات المؤثرة على مدار الأيام القليلة الماضية مما حالة دون أي آمال أو دون أي عودة للمواطنين أو حتى للمزارعين من أجل متابعة أراضيهم الزراعية الكائنة على الحدود اللبنانية الجنوبية نعم أحمد وفي ظل المطالبة اللبنانية السابقة بالتمديد لقوات اليونيفل على الخط الأزرق وعلى الحدود هل هناك أي دور لها في خفض هذا التصعيد خاصة بأن هناك توجه فرنسي أوروبي أمريكي لخفض التصعيد خاصة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية نعم هناك آمال كبيرة معقودة على دور قوة الأمم المتحدة الموقعة في لبنان اليونيفل على خفض التصعيد والعمل على خفض التصعيد من خلال الاتصالات التي تجريها القوة الأممية مع الجانب اللبناني وأيضا الاتصالات التي تجريها القوة الأممية مع الجانب الإسرائيلي فلا طالما لعبت القوة الأممية دور الوسيط في محادثات سلاسية بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي على مدار السنوات الماضية وكان وفقا لهذه الآلية السلسية تحل الكثير من المشاكل والأزمات على الحدود الجنوبية اللبنانية ولكن هذه الآلية توقفت مع بداية التوترات على الحدود الجنوبية اللبنانية في الثامن من شهر أكتوبر الماضي الأمال معقودة الآن أن تعود مع قرار التجديد لليونيفيل لمدة عام إضافي أن تعود مرة أخرى هذه الآلية أن يتم تكسيف دوريات اليونيفيل في الجنوب اللبناني لحفظ الأمن والاستقرار وأيضا مساعدة المجتمعات المحلية هنا في الجنوب اللبناني الذين يعانون بشكل كبير جدا جراء العدوان الإسرائيلي المتمادي على مدار الأشهر الماضية وبالتالي الأمال معقودة بشكل كبير جدا على دور اليونيفيل بعد قرار التجديد لها وأيضا على التعاون مع الجيش اللبناني وأيضا تعاون الدولة اللبنانية مع القوة الأممية من أجل خفض مستوى التصعيد على جانبي الخط الأزرق من النقورة في القطاع الغربي للجنوب اللبناني حتى هنا مزارع شبعة في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني نعم أشكرك كل الشكر زميل أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية على كل هذه التفاصيل كنت معنا من جنوب لبنان